وهنبدأ بزملنا من محافظة الجيزة أحمد عبد الرازق مراسل أكسترا نيوز صباح الخير يا أحمد صباح الخير يا باسم صباح الخير نوها تحياتي لكم ولمشاهدي أكسترا نيوز في كل مكان هذه إحدى النقاط المضيئة والتي تضيئها المبادرة الرئاسية حياة كريمة لترسم خارطة جديدة لمصر تليقه بالجمهورية الجديدة نقف تحديدا في قرية الشبك الشرقي والتي يتم تنفيذه عدد من المشروعات بها من المبادرة الرئاسية تقوم بتنفيذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة قرية الشبك تابعة لمركز الصف مركزي الصف وأطفيح هما المركزين الذين انضم من محافظة الجيزة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وهما يضمان أحد عشر وحدة محلية واثنين وأربعين قرية وأكثر من تسعين تابعا وتخدم مليون مواطن تقريبا والإجمالي أو التكلفة الإجمالية للمشروعات نحو سبعة مليارات جنيه تقوم المبادرة بتنفيذ عدد من المشروعات في اتجاهين الاتجاه الأول يخص البنية التحتية والاتجاه الثاني يخص تنمية الإنسان ولكن قبل أن نستطرد في الحديث عن هذه المشروعات نتحدث عن الموقع الذي نقف فيه الآن وهو مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشبك الشرقي نتعرف بمزيد من المعلومات والإضاحة لهذا المجمع وعن أهميته من خلال هذا اللقاء مع المهندس المهندس محمد خالد المدير التنفيذي لهذا المشروع من قبل الشركة المنافذة تحياتي مش مهندس براحب بيك على شاشة أكسترا نيوز وأطلعنا إذا تفضلت عن هذا الموقع الذي نقف أمامه ما هو وما أهميته سهلا بحضرتك الموقع اللي احنا فيه قدامه ده تابع مبادرة حياة كريمة وعبارة عن مجمع خدمات المواطنين ومقاوم من ثلاث طوابق أرضي وأول وتاني وبيضم خدمات زي المكتب البريد وزي مكتب تموين وسجل مدني وشهر عكاري وتضمن اجتماعي ووحدة محلية ومجلس محلي والمواطن في الحاجة للخدمات دي لأن هتوفر عليه أنه يقطع عميال ومسافات كبيرة عشان يقضي الخدمات اللي هو محتاجها ومش بس المشروع ده اللي معانا معانا كمان مجمع خدمات زراعية مجمع خدمات زراعية خلف المجمع خدمات المواطنين وفيه عبارة عن مجمع ألبان وجمعية زراعية ووحدة بيطارية ومش بس كده معانا كمان دي مشروعات بتنفذها المبادرة الرئاسية حياة كريمة جميعا كل ده تبع مبادرة حياة كريمة وفيه المجمع الطبي عبارة عن مجمع خدمات طبية لقرية الشبك الشاري وجميع الخدمات دي كان بيعاني منها أهل الشبك الشاري وما كانتش موجودة بالفعل ومعانا مواقع تانية رفع كفاءة تبع مبادرة حياة كريمة يعني المواقع اللي تكلمنا عنها دي هي إنشاء لم تكن موجودة من قبل والمشاريات الحركة هتكلم عنها هي رفع كفاءة وتطوير كفاءة وتطوير تبع مبادرة حياة كريمة منها مركز الشباب جايلوا رفع كفاءة وتطوير إنشاء ملعب خماسي ورفع كفاءة المبنى الإداري بالكامل وعندنا رفع الكفاءة للوحدة الصحية الموجودة بالفعل رفع كفاءة وتطوير الخدمات بتاعتها وجميع الخدمات دي كانت غير موجودة بالفعل في قرية الشبك الشرقي ووفرت على المواطنين كتير ان هم يقطعوا اميال عشان يقضوا خدماتهم وحاجتهم برا القرية بتاعتها طيب بالنسبة لمعدلات التنفيذة باش مهندس في هذه المشروعات وصلة لاي درجة باذن الله احنا معادة التسليم بتاعنا في مجمع الخدمات هيبقى باذن الله تلاتة احداشر 2021 باذن الله احنا ان شاء الله مبادرة حياة كريمة ماشي بسرعة رهيبة عشان ننجز المشروعات في وقت كياسي وان شاء الله تلاتة احداشر يكون المشروع جايز على التسليم شكرا جزيلا لهذه المعلومات مهندس محمد خالد المدير التنفيذي لهذا الموقع الذي نقف فيه وهو مجمع الخدمات الحكومية ولكن بالحديث عن مجمع الخدمات الحكومية باسم ونهى يعني تجولنا ربما خلال ايام الماضية اليومين الماضيين على عدد من محافظات مصر وكنا نستعرض هذه المشروعات وكان من بينها هذا المجمع المجمع هو كود واحد في البناء يعني هنا مثل نفس المجمع في الدقاهلية وفي المنوفية وفي الشرقية وغيرها هذا المجمع ضم عدد من الخدمات كما ذكر المهندس محمد خالد ولكن يعني الموضوع ليس فقط لا يقرب المسافة فقط للمواطن يعني علشان يقدم اصلحته يقطع مسافة بعيدة بقت الخدمة جنب منه الموضوع اكبر من كده الموضوع انه هذه المجمعات تقرب المسافة بين المواطن وبين الدولة تمحوا لديه فكرة التهميش او العزلة او الغربة او كل هذه الافكار تشعروا بانه داخل دولة او ينتمي لدولة تهتم به وترعاه هذا هو ربما الغرض الاساسي من تلك المشروعات ليس فقط مجمع الخدمات الحكومية ولكن ايضا المجمع الزراع يهتم بامور المزارعين في هذه القرية ويوفر لهم الخدمات اللازمة هذا هو ما تقدمه المبادرة الرئاسية حياة كريبة عود لكم مرة اخرى في الستوديو باسم وانوها بالفعل احمد شكرا جزيلا طبعا على كل هذه المعلومات ومع الضفك الكريم عرفنا منك حاجات كتير انت كنت طبعا موجود معانا من محافظة الجيزة تحديدا من قرية الشبك الشرقي مركزي الصفت واطفيح شكرا جزيلا اشتركوا في القناة